عشوائية اللقاء دي باص من عبدالله السعيد بدليل يعني هارس الدخلية هنا بيغلط عمر جابر يحيى ان نلعب الكرة لمسة واحدة ووباما لكن في نهاية هجم عشوائية كان ممكن الدخلية ببساطة جدا ان هي تنهي الموضوع تعال نشوف الهدف التاني بقى في كوميديا تانية كريم هو ما بدأشي نرجع لها معلش هو ما بدأشي من لحظة اللي مدافع الدخلية اهدى الهدف لوباما لوباما ده الراجل ده كان مصمم ان الهدف بده يدخل في الدخلية دي البداية هو ده لوحده رح مطلع الركنية طب ماشي ده تعدي تعال شوف الركنية التانية هو حيطلعها ازاي برضه خلي بالك بص بقى هو هنا لوحده خالص اهو ده الراجل مصمم يعني ايه هو مصمم تعال يا زبالك اعمل هجم على الدخلية لغاية لما نهاب الاسست العظيم ده اه ليه اوباما ويعني واكمال العشوائية في اللقاء ان حمل الراية رفع على الكرة دي وبعدين نزل رايته تاني ده كان اكمال العشوائية اماما بيقول له ايه يعني ازاي هو انت راجع بسرعة عادة بس هو هو افتكر انه حد من زمالك هو اللي رجعه له ما توقعش برضه انه بص تطلع كنا من اللقاء الدخلية حاجم للراية من كمية اللغباط اللي كانت بتتم في الجيم بس انا عايز اقول له هو نفس المدافع هو اللي كان ظاهر في التلات لقطات اخراج الركنية الاولى اخراج الركنية التانية ثم الاسست الجميل ده تعال بصي برضو الهدف الدخلية كرة كثيرا جزاء بصوا مهاب داخل ازاي على فجهة حسبت على ايده مش دين بس هما الاتنين يحسبوا عليهم كثيرا جزاء يعني اه وضعها غلط ده هو بيشود الكرة حرفية يعني اي لقاء في الدنيا بنقول ايه مهما كان اللقاء سايح بس الاهداف يا اخي حالة الموتش حتى اهداف اللقاء ده كانت نتيجة للعشوائي الكبيرة جدا في الموتش اشتركوا في القناة